السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ نعرض معنا فيديو جديد عن بعض أسباب الإفرازات البنية أثناء الحمل في الشهر الأول وأثناء الحمل بوجه عام 1. نزيف الزرع ما هو نزيف الزرع؟ يحدث في اليوم العاشر إلى اليوم الربع عشر بعد الحمل نزول بعض البقع الخفيفة أو النزف ويعد هذا الأمر غير مكلق وهو ناجم عن انزراع البويضة المخصبة في بطانة الرحم ومن الجدير بالذكر حصول خلط بين ناسف الانغراس والحيد وبذلك تظن المرأة أنها ليست حامل مما يؤدي إلى خطأ في احتساب عمر الحمل ويفسر النزيف نتيجة اختراق البويضة المخصبة لبطانة الأوعية الدموية في الرحم يمكن أن ينجم عن انغراس البويضة المخصبة في بطانة الرحم بعض البقع ولا يعد ذلك خطيرا 2. الجماع هل ممارسة الجماع أثناء الحمل أمرا عاديا نعم لا يسبب الجماع خلال الحمل الطبيعي بجميع مراحله أي خطر أو تهديد لاستمرارية الحمل ومن الجدير بالذكر أن رغبة الأنسة بممارسة الجماع تغير أثناء أشهر الحمل وفي بعض الأحيان ينصح بالابتعاد عن ممارسة الجماع أثناء الحمل إذا كان هناك نزيف مهبالي غير مبرر أو إفرازات وتقلصات وترجع أسباب الإفرازات الطبيعية بعد الجماع إلى وجود خليط من مخاطع النق الرحم والسائل المهبالية والسائل المنوي والحيوانات المنوية وفي بعض الأحيان تصدر من المهبال إفرازات نتيجة للجماع وإذا كانت هذه الإفرازات المهبالية ذات رائحة كريهة وملونة يجب استشارة الطبيب فقد تدل على وجود التهابات كيف يحدث هذا الحمل وما هي أعراضه عندما تنزلع البويضة المخصبة بمكان خارج الرحم وغالبا قناة فالوب يحدث هذا النوع من الحمل ويمكن تعريف قناة فالوب على أنها القناة الرابطة بين الرحم والمبيض ولا يمكن إكمال الحمل بأي حال من الأحوال بل يجب العلاج سواء بالأدوية أو الجراحة حيث في حال استمر الحمل يشكل خطورة على حياة الأم وغالبا لا تعاني النساء اللائل لديهن مثل هذا الحمل من أعراض ويتم اكتشافه أثناء فحص الحمل الروتيني وقد تظهر أعراض بين الإسبوع الرابع والثاني عشر من الحمل تشمل خروج إفرازات مائية بنية اللون ونزيف مهبالي وألم في أسفل البطن من جانب واحد وعدم الراحة عند التبول يعد الحمل خارج الرحم حمل لا يمكن استمراره وذلك لخطورته على حياة الأم وقد يسبب بعض الأعراض مثل خروج إفرازات بنية أربعة الإجهاد ماذ عن الإجهاد؟ وما هي الأعراض التي تصحبه؟ يمكن تعريف الإجهاد بأنه انتهاء الحمل قبل الإسبوع العشرين من عمره وبنسبة تقارب 50% يحدث الإجهاد قبل معرفة المرأة أنها حامل وقبل أن يفوتها موعد الدورة الشهرية وفي أغلب الأحيان يكون الإجهاد بسبب مشاكل وراثية قاتلة عند الجنين ولكن يوجد العديد من العوامل الأخرى ومن الأعراض التي ترافق الإجهاد ما يأتي خروج إفرازات بنية شبيهها باللبن وهي بسبب دم قديم في الرحم يخرج ببطر نزيف دموي أو خروج أنسجة الجنين وتضفق سائل مهبالي شفاف وحدوث ألم وتقلصات في البطن والدوخة والدوار وفقدان الوعي يسبب الإجهاد خروج إفرازات بنية وله العديد من العوامل أهمها وجود مشاكل وراثية عند الجنين في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعمنا بلايك وكومنت واتشاركوا فيديو مع أصدقائكم وتنتظروا من هنا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ